الكل يتخوف من صبيحة التاسع والعشرين من مارس يوم تسع وعشرين مارس المقبل بريطانيا لا تنتمي الاتحاد الأوروبي صحيح في فترة انتقالية حتى ديسمبر 2020 طبعا إنما بريطانيا لا تتبع الاتحاد الأوروبي في تسع وعشرين مارس باتفاق أو بدون بخطة أو بدون ما هي مخاطر خروج بريطانيا بدون أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي؟ مصيبة طبعا لأنه على الجانبين لأنه في نهاية المطاف يعني اليوم رئيس زراء بولندا وضع الأمور في نصابها قال أننا لا نستطيع أن نتحمل نحن الاتحاد الأوروبي خاصة أيرلندا التي هي تشارك بريطانيا بالحدود البرية الوحيدة لدى بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي سيكون كارثة على أيرلندا لذلك يجب علينا ألا نترك الأوروبيين يخرجون من دون اتفاق المخاطر هي أن أولا اقتصادية وسياسية وأمنية ودفاعية تكمن في أن بريطانيا على سبيل المثال هددت أنها ستحول نفسها إلى ملاذ ضريبي آمن بمعنى ستايل سينغافورا في آسيا وبالتالي ستقلب الطاولة اقتصاديا ومن الممكن أن تؤذي اقتصادات عدة فيها الاتحاد الأوروبي هذا أولا ثانيا يعني بالطبع سيشكل بداية لخروج دول أخرى من الاتحاد الأوروبي وهو ما سيضع حجر الأساس لإنهيار هذا الاتحاد ثالثا في ظل رئاسة الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي يخشى بشكل جيد بشكل صحيح يعني ومحق من تحالف بين بريطانيا والولايات المتحدة ضد مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر سواء المصالح الأمنية سواء المصالح الاقتصادية أو حتى حلف شمال الأطلسي الناتو وبالتالي بالطبع ستضرر مصالح الاتحاد الأوروبي ومن الممكن أن يساعد ذلك في صعود المزيد من صعود طيارات الشعبوية أما من ناحية بريطانيا فبالطبع أيضا سيحصل انسحابات من استثمارات كبرى عالمية تأخذ من لندن مقرا لها سيتراجع مستوى المعيشة للمواطن البريطاني بشكل مباشر ستفرد تعريفات على الصادرات والواردات الداخلة والخارجة إلى بريطانيا وهو ما سيشكل بداية لصعود الأسعار بشكل لا يتحمله المواطن البريطاني وبالتالي بالطبع ستكون كارثة على كلا الجانبين